المملكة البحرين ودعم كافة المواقف الداعمة والمساندة للتضامن العربي حيال مختلف القضايا إيمانا من مملكة البحرين ويقينها الذي لا يتزعزع بأهمية التضامن العربي وتوحيد الكلمة والقرار والعزم إزاء كافة الملفات والغضايا في ظل المتغيرات العالمية كانت دعوات جلالة الملك المعظم حفظه الله حاضرة دائما لتوحيد الصف العربي فمن هذا المنطلق حرصت المملكة في كل محفل عربي أن تتواجد به بثبات مواقفها الداعمة لكل جهد عربي يسعى لنبذ الخلفات ورص الصفوف ومواجهة التحديات وخصوصا من خلال مقعد الجامعة العربية وقممها وفي إطال روح التضامن العربي تدرك المملكة أهمية توحيد الرؤى العربية والمواقف التي تشكل الكيان الرصين والدافع للأجيال القادمة لحماية الأمن الجماعي العربي فطالما كانت تعي جيدا أهمية التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وما تتطلب من اتخاذ تدابير وآليات جادة تساعد الدول العربية على العبور منها بسلام هذا وتسعى مملكة البحرين دائما للنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول العربية لتقوية وحدة الصف العربي وتبني العديد من القضايا وتدعم كافة الحلول السلمية والتي لن تأتي إلا من خلال تطوير العمل الجماعي العربي ولما الشمل وذلك بما يحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستغرارها إلى ذلك تشهد المواقف التاريخية للمملكة في الدفاع عن عروبتها وكونها جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية ويشهد ذلك وقوفها بقوة إلى جانب الحق العربي في القضية الفلسطينية فالمواقف الداعمة والمساندة للتضامن حيال مختلف الملفات لتعزيز التكامل والتنسيق العربي هي نابعة من توجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله هذا وساندت مملكة البحرين ووقفت كحاجز منيع أمام كافة القضايا الهامة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والقرصنة كما لعبت دورا بارزا وفعالا على الصعيد الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار وتطوير المشاريع العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي وفي السياق نفسه فإن مملكة البحرين يشهد الجميع لها بفضل حنكة جلالة الملك المعظم أيده الله ورؤيته الاستشرافية للمستقبل بتعاونها البناء مع شقيقاتها الدول العربية في جهودها الرامية إلى دفع العمل العربي المشترك والدفاع عن كافة قضايا الأمة وأمنها واستغرارها وتفعيل آليات منظومة العمل المشترك وآدائه لمواجهة التحديات